عقد أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة ندوة صحفية اعتبر منظمها أنها تأتي من أجل تسليط الضوء على مستجدات الحزب وآخر تطورات تنظيمية بهم الندوة حسب منظمها جاءت على خلفية تصاعد الخلاف الداخلي وما وصف بالاستفراد بالقرارات وإصدار عدد من قرارات الإقالة وتجميد عضوية في حق قيادهين التيار المنظم للندوة أعلن أنه بخصوص هذه القرارات سيتم اللجوء إلى القضاء في هذا الخلاف السياسي وأنهم عزمون على تنظيم لقاء المجلس الوطني يوم الخميس عشر من الشهر القادم من أكتوبر بأجادير